موسيقى النمسا تعمل بالتنسيق مع فرنسا لتقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة النمسا تضغط على أوروبا لتضييق الخناق على اللاجئين عبر الحدود ناشطون يحذرون من تزعزع الديمقراطية في حال مراقبة شوارع فيينا بالكاميرات مقتلوا لاعب كرة قدم في فيينا من أصول تركيا بدافع الغيرة والخيانة النمسا تنضم مع إيرلندا لدعم صندوق تغيير المناخ في أفريقيا بثلاثة ملايين يورو مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد وزير الداخلية النمساوي كارنر أن وحدات الإنقاذ النمساوية تعمل بكثافة حاليا في مناطق كارثة الزلزال في تركيا بالتنسيق مع الوحدات الفرنسية وقال أن القوات المسلحة تشارك ببحدات بحث وإنقاذ حيث وصل حوالي ثمانون شخصا وكلاب البحث إلى مقاطعة هاتاي وأضاف أنه في الأوقات الصعبة هناك مبدأ إذا ساعدت بسرعة فإنك تساعد مرتين يذكر أن الرئيس أليكسندر فاندربيل تلقى تقريرا من بعثة القوات المسلحة النمساوية الموجودة في تركيا يتحدث عن عمل البعثة هناك تههد المستشار النمساوي نيهامر باستمرار بلاده في دعم سياسة تضييق الخناق على اللجوء في جميع أنحاء أوروبا وأكد على أن نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أثبت فشله وهو بحاجة إلى إعادة تنظيم كاملة مع توفير حماية أكثر قوى للحدود وأنه يجب أن يكون هناك التزاما واضح وإجراءات ملموسة لهذا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل اليوم بحضور رئيس الأوكراني زيلنسكي حذر ناشطو حماية البيانات من المخاطر التي سيتعرض لها السكان من تركيب كاميرات المراقبة داخل مدينة فيينا وحسب وكالة الأنباء النمساوية تشكك الدراسة في المراقبة بالكاميرات في مدينة فيينا حيث أن تركيب الكاميرات مع تعديل قانون المرور في مداخل الحي الأول ومناطق أخرى تكون ممكنة فيما ترى منصة الحقوق الأساسية أن الديمقراطية في خطر ويهدف قانون المرور الجديد لتهدئة حركة المرور داخل المدينة وذلك لإدارة أماكن وقوف السيارات والمناطق الخالية أدت جريمة القتل والانتحار في فيينا أمس إلى استياء بين أبناء الجالية التركية حيث قضى فولكان كهرمان لاعب كرات القدم السابق في المنتخب النمساوي وحسب معلومات من الشرطة النمساوية تبين أن الجريمة هي بسبب الخيانة والغيرة حيث كان كهرمان على علاقة مع زوجة القاتل وبعد جدال بينهم أطلق النار على كهرمان ثم على نفسه وذلك في الحي الحادي عشر في فيينا وإثر ذلك تجمع أقارب الضحية والقاتل وأثناء وجود الشرطة المسلحة حصل شجار عنيف بينهم وشتائم مما أدى لإعتقال بعضهم مؤقتاً انضمت إيرلندا والنمسا إلى صندوق تغيير المناخ في أفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية بمساهمة قدرها ثلاثة ملايين لدعم الصندوق وأعرب هارد وايغلين المدير العام في وزارة المالية النمساوية عن التزام بلاده بمعالجة تغيير المناخ مع التركيز الشديد على التكيف مع تغيير المناخ وقال في رسالة إلى البنك قررت وزارة المالية المساهمة في الصندوق لدعم أنشطة مركز المساهمات المحددة وطنياً في أفريقيا بما في ذلك تطوير وتحديث المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجيات المناخية طويلة الأجل لبلدان أفريقيا وننوه أن إنفوغرات بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية أطلقت حملة للتبرعات للسوريين بعد الزلزال المدمر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا تعليقاتكم كنت معكم أنا افتخار الراعي أمسيا سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة